مدينة الزازي استنفارا أمنيا عقب وقع ثلاثة انفجارات بثلاثة أماكن مختلفة هي منطقة الزراع وأمام مجلس المدينة وحي الظهور مما تسبب في تحطيم واجهة المبنى وإطلاف إحدى السيارات التابعة لمجلس المدينة انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتبين أن الانفجارات الثلاثة سببها عبوة بدائية الصنع ومحدث للصوت أكد المهندس أحمد داء الحنفي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعرض برج كهرباء بمركز نورس بمحافظة الفيوم لعمل تخريبي صباح اليوم عن طريق وضع عبوات الناسفة عن طريق أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي حول القوائم الرئيسية للبرج تسبب في انفجار ثلاث عبوات حول القوائم الرئيسية للبرج ما أصفر عن سقوطه موضحا أن تكلفة الإصلاح تبلغ حوالي 800 ألف جنيه قررت وزارة النقل إصدار اشتراك مجاني لمدة عام باسم تحية مصر الأمن مسؤوليتنا جميعا وذلك لكل مواطن يقوم بالإبلاغ عن أي عملية تخريبية قبل وقوعها أو أجسام غريبة يثبت أو يتم الثبوت أو التثبت من إيجابيتها أو الإبلاغ عن أي محاولة لتعطيل هذه المرافق قبل حدوثها أكدت الوزارة خلال بيان الله أن هذا الإجراء يأتي في إطار المحافظة على أمن الوطن والمواطنين وتدعيما لما تقوم به كافة مؤسسات الدولة للتصدي لعمليات التخريب وطلبت المواطنين بتحرد دقة في الإبلاغ ترجمة نانسي قنقر